عواصف ترابية ورملية تضرب مناطق مختلفة من البلاد خبر بات معتادا في وسائل الإعلام العراقية فالعراق حسب دراسات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة تضربه سنويا نحو 300 عاصفة ترابية أو رملية بعد أن كان عددها لا يتجاوز 122 قبل عدة سنوات شهدت تغيرا مناخيا وزيادة كبيرة في وطيرة وشدة العواصف الرملية والترابية في منطقة الشرق الأوسط حتى غدى العراق مصدر للعواصف الترابية وليس فقط متأثرا بها أسباب تزايد العواصف الترابية في العراق تشمل مشكلة التصحر حيث يخسر العراق 100 ألف دونم من الأراضي الزراعية سنويا نهك عن جفاف البحيرات والمسطحات المائية بسبب السياسات الخاطئة وفشل الحكومة في الحفاظ على حصات العراق من المياه وانشغالها بالصراعات السياسية كأولوية لاهتماماتها تصاعد نشاط العواصف الرملية والترابية جدد الحديث عن الحزام الأخضر ذلك المشروع الذي أطلق قبل سنوات بهدف إيقاف زحف الكثبان الرملية والتصحر في العراق إلا أنه كغيره من المشروعات سكن أدراج مكاتب المسؤولين وذهبت الآمال بشأنه أدراج الرياح بسبب الإهمال والفساد الحكومي مشروع آخر كان قائما بالفعل منذ عشرات السنين ممثلا بحزام أخضر يحيط ببغداد إلا أن يد الإهمال والفساد طالت فقطعت أشجاره ودمرته حتى غدا أثرا بعد عين خطورة العواصف الترابية والرملية إذن لا تكمن فقط في تلويث الهواء وما يؤدي إليه ذلك من تأثيرات سلبية على الصحة العامة فسحف التصحر والجفاف يعني انهيارا جديدا لمقدرات العراق الاقتصادية وارتفاعا في معدلات الفقر الأمر الذي يصعب معه التنبؤ بقدرة الحكومة على مواجهة تبعيات ذلك في المستقبل